عشان اطلع وساق بالضيوفي كل المواقع كتبت انه جاريدو اخد 15 شهر من 18 شهر الكل كتب انه هو تقاضى ما يزيد عن 2 مليون وشوية ما حصل عليه جاريدو الاسباني فقط لا غير وانا طبع متأكد من اللي انا بقوله 100% 180 الف دولار يعني في حدود المليون 180 الف دولار ولا صحة على الاطلاق للي كتب في كل المواقع وال180 الف دولار ستكون خارج خزينة النادي الاهلي خزينة النادي الاهلي لن تتحمل مليم واحد من الشرط الجزائي تم الاتفاق بين مؤنس محمود طاير وما بين جاريدو في جلسة لطيفة وظريفة قال له هتطلع 180 الف دولار كاش تقود ومتتوكل على الله الراجل حسابها قال لك روح الاتحاد الدولي واعد سنتين عبل ما اخد حكمه الحكاية والرواح لا انا ايه امسك 180 الف دولار واتوكل على الله وقد كان واستلم فلوسه ومية مية وانتهى الامر مشهده لا ايه مشاكل متعلقة بجاريدو مع نادي ازبالك واخر اخبار